لو حزت حاجة على السوشيال ميديا ما فهمتهاش يعني حتى لما حاولت تدور وراها ما فهمتهاش في مجموعة من جميل نادي الزمالك تهاجم أو تنطاقد أحمد مصطفى زيزو في مجموعة تانية تشيد وتدعم أحمد مصطفى زيزو عاد تلف ودور وروح واجي ودور مش عارف فين المشكلة أو فين الحكاية أولة وآخرة بس زمالك النهاردة في الإعداد قالوا لي أنه الحكاية أن أحمد مصطفى زيزو عنده عروض من قطر والإمارات للاحتراف بعد نهاية هذا الموسم وأن اللاعب واخد قراره أنه يحترف واخد قراره أنه يحترف بس مش هياخد أي قطوة إلا بموافقة إدارة نادي الزمالك فكل ده كلام محترم يعني هو لو عنده رغبة أنه يحترف براحته كل اللاعبين عايزين يحترفه كل اللاعبين عايزين ياخدوا فلوس أكتر براحتك بس برضو اللي مش براحتك فيه إنه إدارة نادي الزمالك هي اللازم تاخد القرار وهو الراجل اعترف ده قال لك أنا مش أحترف إلا إدارة نادي الزمالك خيارات القرار فين بقى المشكلة فين أزمة مش مسك لا حاجة بصراحة يعني عشرة بقى مين زيزو كل اللاعب نادي الزمالك خارج المستوى هذا الموسم كلهم إلا زيزو محافظ على الأقل على حد الأدنى من مستوى على الأقل بصراحة يعني بي